باب التقوم مفتوح يا أختي يا بنتي اللي بتسمعيني دلوقتي ولسه مبين شعرك أو لفس ديأ أو مبين مفاتنك أو لسه بتحط عطر عشان الناس يشموكي باب التقوم مفتوح يلا تعالي وربنا غفور رحيم وعفى الله عما سلف باب التقوم مفتوح ماشي يا شيخنا بس بكرة لما خلص العددية لما خلص السنوية لما تخرج لما تجوز ربنا يديك يا ربي عمر مبارك عمر فيه باركة يعني انت تضمني والإنسان يضمن من عمره لحظة ما هو الختام ده أو الموت لا يعلمه أحد إلا الله فبالله عليكم بالله عليكم أنا خايف عليكم وأتمنى لكلنا الستر والعفة والجمال وبعدين إياكي وما يسمى بالمكياج أو ميكوب أو الألوان اللي بيحطها على وشهم دي ليه ضعي لزوجيك في البيت لا حرج وبعضهم قال إلا ما ظهر منها الكحل واحدة متكحلة وخرجة بره البيت بس مش متكحلة وهي خرجة هي كانت وضعت الكحل لزوجها جوه بس مش تقدر تزيله خلاص هي خرجة غصب عنها هيبقى دي تحت بنده ولا يبدين زيناتهن إلا ما ظهر منه حتى لو منتقب يعنيه إنما في بعض المنتقبات يبقى حط النقاب كده ومحددة عنها كحل وشكل وحط اللي بتاعة اللي بيسمى العدسات اللاسقة دي اللينسيس دي يعني بتبقى ملفتة للنظر أكتر من اللي مش منتقب ده كلام لا 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 يجوز الستر والعفة مطلوبة بالنسبة للمرأة يا رب استركم سأل الله أن يستركن وأن يبارك فيكن وأن يهدكن جميعا إلى إلى الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة المحتشمة الملتزمة يبقى إياك والميكوب إياك والمكياج إياك والتعطر كل ده خارج البيت إنما داخل البيت افعالي على حرج وإن زدتي فهو خير لك ربني يبارك فيكم ويحفظكم دي بعض التأملات في هذه الآيات من صورة النور إن وفقت الصواب فمن الله وحده وإن كان عندي من خطأ أو سهو أو ذلل فمن ومن الشيطان والله ورسوله ومنه براء وأعود بالله أن أذكركم به وأنساه أو أن أكون لسا يعبر به إلى الجنة ثم يرمو بها يرمو بها في النار ألقاكم على خير في حلقة جديدة من برنامج القص الحق على قناة الرحمة يوم الخميس من كل أسبوع تسعة ونص بعد العيشة بتوقيت القاهرة الصيفي أراكم عليه خير إن شاء الله صلى على الحبيب ألبك طيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته